الحديث أكثر حول هذا المؤتمر الذي سينعقد بعد ساعات قليلة من الآن سعد باستضافة السيدة ننصر حمددوج رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمص أهلا بك سيدي أهلا بك سهل كما سنربط أيضا الاتصال الهاتفي بسيد أبو بكر غدودة رئيس لجنة تحضير مؤتمر حمص البداية يعني بعد ساعات قليلة فقط من الآن يعني تعقد حركة مجتمع السيل مؤتمرها السابع ستتجه الأنظار إلى من يتولى قيادة الحركة بعد هذا المؤتمر الذي ربما ستحدد أيضا مستقبل توجهات سياسية للحركة ربما ما هي أهم الرهانات المطروحة خلال هذا المؤتمر وبعده نعم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف المرسلين شكري لكم هذه الاستضافة وهذا التناول والاهتمام بالمؤتمر الاستثناء السابع لحركة المجتمع السيل ما سينعقده بعد ساعات أكيد بأننا الذي يهمنا هو أولا أننا حركة مؤسسات وحركة شورية ديمقراطية والذي يهمنا هو البرامج والرؤى والخيارات والتوجهات الكبرى وهذا الذي سيرسمها المؤتمر وكذلك الآلية الديمقراطية التي ستنتخب بها قيادة الحركة في المستقبل سواء رئيس الحركة أو رئيس مشورة الوطني أو المشهد القيادة ككل فبقدر ما تكون هناك ديمقراطية وشفافية واحترام للواء احترام إرادة المناضلين وقواعد الحركة بقدر ما تكون لهذه القيادة الشرعية ومصدقية وقوة وتزيد في رصيد الحركة أكيد أن أهم الرهانات المستقبلية للحركة الجميع يعلم بأن الحركة الآن في موقع السياسي في المعارضة السياسية بطبيعة حالة نتيجة للظروف السياسية نتيجة لنتائج الانتخابات المتعاقبة وخاصة التشريعية منها نتيجة لأنه لا يوجد هناك توافق سياسي حتى مع السلطة فلذلك الموقع الطبيعي لنا هو المعارضة ولكن أنبه إلى ملاحظة وهو ليس المؤتمر هو من سيحدد الموقع السياسي للحركة سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة لها وإنما المؤتمر كما قلت يرسم السياسات والخيارات الكبرى والحمد لله نحن الآن البرنامج السياسي للحركة والذي تم مناقشته ابتداء من الجمعية العامة البلدية إلى الندوات الولائية إلى الندوات المتخصصة والآن سيعرض كذلك أمام المؤتمرين أكثر من 1800 مؤتمر يمثلوا 48 ولاية والجالية في الخارج كذلك من كل قرارات العالم البرنامج السياسي مرن ويجعل آلية اتخاذ القرار السياسي داخل الحركة لمجلس شورى الوطني الذي سينبثقه وسينتخبه داخل المؤتمر وبالتالي العملية ستكون مرنة البرنامج السياسي مرن لا يغلق علينا لا التواجد المطلق في المعارضة ولا التواجد المطلق داخل الحكومة وإنما موقعنا السياسي سيحدده مجلس شورى الوطني الذي ينعقد كل سنة على الأقل مرتين في الدورات العادية بناء على تطورات الأوضاع السياسية بناء على نتائج الانتخابات بناء على البيئة المحيطة بينك حركة أو الوضع الوطني والإقليمي والدولي للبلاد هو الذي سيحدد ويقرر أين سيكون موقع الحركة في المستقبل نحن بالنسبة لينا القرار داخل الحركة ليس مرتبط بالشخص اللي هو رئيس الحركة وإن كان رئيس الحركة يعكس التوجه العام داخل الحركة سنؤدي حمددوش خلال مؤتمر ماي 2013 سقط توجه خيار المشاركة بقيادة أبو جرى السلطاني أمام خيار الابتعاد عن السلطة بقيادة مقري في المؤتمر السابع ما الذي سيطرأ على المشهد أيضا؟ هو للتصحيح والأمانة التاريخية الحركة كان لها موقف فق الارتباط من التحالف الرئاسي وقرار هذا من المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية في 2012 لما كان الشيخ أبو جرى هو رئيس حركة مجتمع السلم يعني قبل المؤتمر الخامس اللي كان في 2013 وهذا الذي يؤكد ما نقوله هو أن خياراتنا السياسية غير مرتبطة بشخص رئيس الحركة من يكون وإنما الذي يقرر فيها هو أعلى هيئة بين مؤتمرين اللي هو مجلس شورى الوطن وهذه مرونة سياسية وواقعية سياسية من الحركة أن قراراتها السياسية مرتبطة بمجلس شورى وليس بالمؤتمر لأن المؤتمر ينعقد مرة كل خمس سنوات هو لا يعقل في حزب سياسي أنه يغلق على نفسه الخيارات السياسية ولذلك نحن في المؤتمر هذا السابع يعني بعد ساعات يعني كما قلت هو لا يناقش القرارات الاجتهادية التقديرية الجزئية والضرفية والتاكتيكية هو يناقش الخيارات الكبرى والتوجهات الكبرى ولذلك في البرنامج السياسي في موضوع المشاركة في الحكومة هو لا يتخذ قرار قال لا بد من العودة إلى الحكومة أو لا بد من البقاء في المعارضة وإنما يقول بأن هذا الخيار إنما ينبثق أولا من مجلس شورى الوطني ثانيا بناء على البيئة السياسية المحيطة بناء على نتائج انتخابات بناء على الأوضاع التي تمر بها البلاد وفق التقدير الاجتهاد السياسي المقاصدي الجماعي المؤسسي الذي يقوده مجلس شورى الوطني ولذلك المؤتمر لا يمكن أن نناقش فيه مثل هذه القرارات السياسية الاجتهادية الضرفية نعم أيضا المؤتمر السابع يأتي في ظل المطيات ربما جديدة لم تكن حاضرة في مؤتمر 2013 يعني هو عودة جبهة التغيير التي يقودها الوزير الأسبق عبد المجيد بناصر بعد انشقاقه عن حركة الأم في 2008 ربما تأثير هذه المتغيرات والمطيات الجديدة أيضا نعم يعني حركة مجتمع السلم أبدعت إبداعا سياسيا الجميع يعلم بأن كل الأحزاب حتى في العالم العربي والإسلامي أغلبها تتجه نحو الإنقسامات نحو الإنشقاقات نحو الصراعات الداخلية ولكن حركة مجتمع السلم في الجزائر صنعت الاستثناء وصنعت إنجازا الذي يسمى بالوحدة بين حزبين يعني بالمناسبة حتى قانون الأحزاب لا يؤثر مثل هذه العمليات وهي وحدة الأحزاب فيما بينها ولكن كان لدينا إجتهاد تقديري وبالتنصيق مع وزارة الداخلية أننا استطعنا أن نحقق هذه الوحدة الاندماجية التنظيمية بين حزبين وعقدنا المؤتمر السادس في جوليا 2017 وتم تكييف لوائحنا وتمت إعطاء شهادة المطابقة من وزارة الداخلية بقانونية الإجراءات وبالتالي هذا مدخل جديد في المؤتمر السابع هذا الآن وهو إضافة نوعية وسوف بإذن الله تعالى يعني أبناء حركة مجتمع السلم واعون بهذا الرهان وهو استيعاب الوحدة في المشهد القيادي المستقبلي بعد هذا المؤتمر الديمقراطي وهو أننا نحافظ على منجز الوحدة مع إخواننا في جبهة التغيير والذين أصبحوا الآن ضمن حركة واحدة لحركة مجتمع السلم التاريخية كما أسسها الشيخ محفوظ نحنح عليها رحمة الله نعم أيضا الرهانات السابقة تبقى دائما مطروحة خلال المؤتمر السابع اليوم نحن أمام تكريس توجه الحالي أو التخليع يعني برأيك ربما الغالباني من راح تحسم في هذا المؤتمر أنا ذكرت بأن المؤتمر سوف لن يحسن في هذا الموضوع وهو هل نبقى في المعارضة أم أننا نتجه للمشاركة في الحكومة والكرة في مرمى السلطة في حديداتها الجميع يعلم بأنه في الانتخابات الشرعية 2017 كانت الحركة منفتحة في خطابها السياسي في حملتها الانتخابية وقلنا إذا كانت هناك انتخابات ذات مصدقية وتحصلت الحركة على كتلة برلمانية محترمة وكان هناك برنامج سياسي ورؤية اقتصادية توافقية فبإمكان حركة مجتمع السلم أن تدخل في حكومة توافق وطني أو في ائتلاف حكومي وهذا الموقف طبيعي جدا في كل دول العالم في كل ديمقراطية في العالم أن الحزب ليس مكتوب عليه إلى يوم الدين أنه يبقى في الموالاة أو في الحكومة وليس مكتوب عليه إلى يوم الدين أنه يبقى في المعارضة وإنما هذا الموقف تفريضه ظروف كل مرحلة ولذلك نحن نؤكد ونقول بأن الكرة في مرمى السلطة هي التي لم توفر الظروف المساعدة للمشاركة في الحكومة مشاركة فعلية وحقيقية بالرجال وبالبرامج ولذلك إذا توفرت مثل هذه الظروف وتوفرت هذه الشروط الملائمة للمشاركة الفعلية في الحكومة في حركة مجتمع السلم ليست حركة عدمية ولا سودوية وليست صدامية ولاست راديكالية بل هي ضمن منهج المشاركة السياسية العام هي المشاركة في الانتخابات المشاركة في المجالس المنتخبة المشاركة في مؤسسات الدولة المشاركة في الاهتمام بالشأن العام تبقى جزئية المشاركة في الحكومة فهو موقف ضرفي تقديري يقدره مجل الشورى الوطني وفق ظروف كل مرحلة ولذلك الحركة ليست مغلقة وكما قلت نحن لم تتوفر الظروف المناسبة فقط لنخدم بلدنا من داخل الحكومة فعندما تهدر علينا ذلك نحن الآن نخدم بلدنا من موقع المعارضة وأصبحت الآن المعارضة كمكسب سياسي تاريخي أنها أصبحت ممأسسة وأصبحت مدسترة ومعترف بالمعارضة حتى في دستور الجمهورية ولذلك لا يمكن الذي يكون في المعارضة وكأنه يخون أو يشيطن أو يتهم أو ما إلى ذلك بل المعارضة الإيجابية والبناء والمعارضة التي تقدم البدائل وتطرح البدائل وتناقش الأفكار وتعارض البرامج هذه المعارضة هي جزء من خدمة الوطن لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وهذا التدافع بين السلطة والمعارضة سنة كونية حتى في القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى يقول ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لكن ربما هذه التجذبات الحاصلة قبيل المؤتمر كان هناك بعض الاختلاف شفنا حتى في مواقع تواصل اجتماعي لكن ربما تشوف أن هذا سيأثر على انسجام الحركة في المستقبل حتى أن الحركة المطالبين أن يتقبلوا نتائج المؤتمر بصدر حفاظا على انسجام الحركة نعم شوف الحمد لله الآن الحركة أصبح لديها رصيد تاريخي كبير جدا وهي أصبحت كبيرة بإطاراتها بتعددها وتنوعها القيادة وحتى بتنوع الأفكار وتزاحم الأفكار وتدافع الأفكار والبرامج داخل الحركة أصبحت كبيرة وأصبحت عصية ولديها المناعة من أي انقسام أو أي انشقاق التوجه الآن داخل الحركة هو توجه وحدوي وليس توجه انقسامي والحمد لله الحركة جربت ما معنى الانقسام وجربت ما معنى الانشقاقات والذين انشقوا عن الحركة جربوا مرارة الخروج من الحركة الأم وجربوا مرارة شق صف هذه الحركة ولذلك التوجه الآن العام هو الوحدة وقد تحقق جزء منها مع إخواننا في جبهة التغيير وكذلك هذا المشروع لا يزال مفتوحا مع إخواننا في مدرسة شيخ محفوظ نحنا شركائنا في المنهج شركائنا في المدرسة التاريخية اللي هو إخواننا في حركة البناء ومشروع الوحدة مفتوح معهم وسيناقش في المستقبل كذلك ولذلك التوجه العام للحركة هو توجه وحدوي وليس توجه الخوف من الانقسام وحتى الذي يعني تراوده نفسه على المحاولة من الانقسام أو الانشقاق يعني هو يدرك جيدا بأنه لا جدوى منها ولا يمكن أن توصله إلى أي نتيجة سواء تنظيمية أو سياسية أو أمام الرأي العام وحتى الرأي العام حتى الشعب الجزائري يرفض بالفطرة أي انقسام نعم يعني أيضا تأثير الحركة كحزب إسلامي يفرض وجوده في الاستحقاقات الانتخابية مثل تونس وتركيا اليوم شوف أن الوحدة بين ابناء الحركة الوحدة أصبحت نتيجة حتمية حتى أنه يفرض نفسه كحزب يعني يقدر يفرض وجوده أيضا حتى في الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة نعم هو شيء طبيعي جدا أنه في الاتحاد قوة وأنه في التفرق ضعف وشيء طبيعي جدا أننا نتجه إلى الوحدة أولا لأنها من حيث المبدأ من حيث القيم الإنسانية والسياسية والأخلاقية أن الوحدة فريضة وضرورة ولا بد منها بغض النظر على يعني مدى تأثيرها الإيجابي على الانتخابات والاستحقاقات وعلى الموقع السياسي وغيره فالوحدة من حيث المبدأ لا بد منها ولا بد أن نتجه إلى تحقيقها في الميدان أما تأثيرها على الاستحقاقات نحن نعلم بأن مشكلة 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 الديمقراطية في العالم العربي هو مشكلة في التزوير وعقم احترام إرادة الشعوب ومتى كانت الانتخابات نزيها عند ذلك نستطيع أن نحكم على الحجم الحقيقي والفعلي للأحزاب أنت تحكي على تجربة تونس تونس لديها الآن تجربة ديمقراطية حقيقية لديها لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ولذلك لا تجد أحد يطعن في نتائجها سواء كانت أفرزة إسلاميين أو علمانيين أو يساريين ليبراليين لا يهم نعم باختصار شديد جدا تقييم أهد المقري يعني وربما تأثيرها أيضا على نتائج المؤتمر سالح شوف نحن شركاء في هذه العهدة مع رئيس الحركة دكتور عبد الرزاق مقري وهو قد ألف كتاب بأكمله لتقرير العهدة 2013-2018 وسيعرضه على المؤتمرين بعد ساعات يعني بعد الافتتاح مباشرة وسيبهر الجميع من حيث الإنجاز سواء من حيث الإنجاز في الجانب التنظيمي والهيكلي والانتشار الهيكلي والتنظيمي أو من حيث يعني المؤسسات المتخصصة التي اعتمدتها الحركة ووزعت وظائفها عليها أو من حيث نتائج الانتخابات وتقدمها مقارنة بالـ 2012-2017 أو من حيث رمزية الحركة وحضورها السياسي وغيرها مما نقدمه وبالتالي في تقديرنا أن العهد كانت جد إيجابية وبالأرقام وبالإحصائيات وبالأدلة وكتاب كامل يقوم بعملية جرد لهذه الإنجازات على كافة المستويات والمؤتمرون الأكثر من 1800 مؤتمر كما قلت سيطلعون على هذا التقرير وهم الذين سيحكمون عليه ويصادقون عليها أو يرفضونه ولكن التوجه العام الغالب والأغلبية التي نراها أنها مطمئنة وراضية على أداء العهدة السابقة ونحن نتطلع إلى أداء أفضل في العهدة القادمة بإذن الله نعم شكرا لك سيد نصر حمدادوش رئيس الكتلة البرنامالية لحركة حمد شكرا جزيلا لك شكرا لك المدخلات